لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآت الزكاة والنفون بعهدهم إذا عاهدوا والصالدين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم متقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد ولنفى بلنفى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تغفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فلهو عذاب نليم ولقي في القصاص حياتي يا أولي الباب لعلكم تتقون قتل عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا عن وصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الشيام كما كتب على الذين من قبلهم لعلكم تتقون أياما معجودات فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسراء ولا يريد بكم العصر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطلقونه فرية طعا لمساكين فمن تطوع خيرا فهو خير لهو أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهد فليسمه ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسراء ولا يريد بكم العصر ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب نجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليموا بألعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصياج وفص إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختامون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهم وابتغوا ما كتب الله لكم وكنوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط لبيض من الخيط لسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأن تبعاكفون في المساجد تلك حضور الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدروا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون الله أكبر الله أكبر صمع الله لمن حمد حبنا وبركوهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المشتقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسألونك عن الله التي قل هي مواقع للناس والحج وليس البر بأن تاتوا بيوتا من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين هم قاتلونكم ولا تعتلوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث سقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام وحرمات خصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا توقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين واعتموا الحدي أول عمرت لله فإن حصرتم فما استيصر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا وبه أذى من رأسه ففدية من صيامنا وصدقتنا ونسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيصر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله يحاضر المسجد الحرام وابتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر المعلومات فمن فرضت لهم الحج فلا رفص ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلون خير يعلم الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وابتقون يا أولي للباب ليس عليكم جناه أن تمتعوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هديكم لأن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشهد ذكرى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناع ذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله صريع الحساب الله أكبر الله أكبر صنع الله لمن حمد ربنا ومكرها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحب لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتانى والمساكين وابن السبيين وما تفعلوا من خير فإن الله هذه عليم أكبر عليكم القتال وهو كره لكم وعزاء تكره شيئا وهو خير لكم وعزاء تحب شيئا وهو شو لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه وقتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفدمة أكبر من القتل ولا يزال من قتل لكم حتى يردوكم عن دينكه إن استطاعوا ومن يرتد لكم عن دينه فيمدوه وكافر فأولئك حدقت أعمالهم في الدنيا ولا قد وأولئك أصحاب المرهم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجوا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يردون رحمة الله والله رفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ومثال الله أكبر 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 الله أكبر